الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا رؤية شرب اللبن في المنام على ما أن صاحب الرؤية إنسان طقي وصالح والله أعلم إذا رأى الإنسان أنه يشرب اللبن في المنام على ما أنه زو حكمة عالية وزودين وزو ورع والله أعلى وأعلم إذا رأى الإنسان أنه يشرب اللبن في المنام على ما على المكاسب الكبيرة في التجارة أو الوظيفة أو العمل والله أعلى وأعلم إذا رأى المرأة المتزوجة شرب اللبن في المنام على ما أنها امرأة صالحة إذا رأى المرأة المتزوجة أنها تشرب اللبن في المنام على ما على السعادة الزوجية في حياتها كثيرا والله أعلم إذا رأت الفتاة العزبة أنها تشرب اللبن في المنام علامة أنها فتاة صالحة وتحب الخير للناس جميعا والله أعلم إذا رأت الفتاة العزبة أنها تشرب اللبن في المنام علامة أنها زو دين وزو صلاح وأن الله سوف يرزقها بزوج صالح زو علم وحكمة وماء الكثير والله أعلى وأعلم إذا رأت المرأة الأرملة أنها تشرب اللبن في المنام علامة على الزواج من رجل صالح والله أعلم إذا رأت المرأة المطلقة أنها تشرب اللبن في المنام علامة أن الله سوف يرزقها بزوج خير من الذي سبق في حياتها والله عز وجل أعلى وأعلم إذا رأت المرأة الحامل أنها تشرب اللبن في المنام علامة على تيسير الحمل وتيسير الولادة والله عز وجل أعلى وأعلم إذا رأى الإنسان اللبن الرائب في المنام علامة أنه إنسان يحتاج المساعدة من بعض الناس في حياته والله أعلم إذا رأى الفتاة العزباء اللبن الرائب في المنام علامة أنها تحتاج من يساعدها ومن يشيره كثيرا في حياتها والله أعلم إذا رأى الشاب الأعزب اللبن الرائب في المنام علامة أنه شاب لا يستطيع أن يتخذ قرارات في حياته والله أعلم أما رؤية اللبن المسكوب على الأرض من الشخص علامة أنه إنسان مستهتر إذا رأى الرجل اللبن المسكوب على الأرض في المنام علامة على خسارة كبيرة وفضيعة في الأموال أو التجارة أو العمل والله أعلم إذا رأت المرأة المتزوجة اللبن المسكوب أو الذي ثقت منها على الأرض علامة والله أعلم على التعاس في الحياة الزوجية كثيرا إذا رأت الفتاة العزباء اللبن المسكوب في المنام علامة أنها فتاة مستهترة والله أعلم إذا رأت الشب الأعزب اللبن المسكوب على الأرض في المنام علامة أنه إنسان مستهتر ولا يستطيع أن يتخذ قرار صحيح وسليم في حياته والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته